السلام عليكم. بشكر الدكتور فوكي ان هو داني المساحة ان انا اقدم الحالة دي. وسط طبعا الاساتزة اساتزيتنا الكبار. ان شاء الله كده حاجة بسيطة كده سريعة. ان شاء الله نستفيد يعني. الحالة كانت اه 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 ا كانت دي الشكوى بتاعتها. قبل كده لما بدأنا ناخد منها الهيستوري كانت بتشتكي من حوالي سري ييرز كانت فيه على رغم ان كان فيه تمام واليبيجاستريك بين مفيش ده كان من ثلاث شهور بس دي الشكوى اللي هي جات لنا بيها يعني ده من ثلاث سنين ده كان من ثلاث سنين ما كانتش بتشتكي منه قوي يعني ولكن بداية الشكوى اللي جات تشتكي منها كانت ويبيجاستريك بين ثلاث شهور تمام طبعا بالنسبة لبس ديستوري ما كانش فيه اي دراج ولا ولا مفيش كنسانجوينيتي ولا سمر الكنديشن في الفاميلي جنرال اللي عيانة كانت كنبليتلي نورمل لوكل وجنرال عملنا هاي رزولوشن سيتي وكان مطلع ان فيه مانطبول بلورال نديولز مانطبول بلورال نديولز وكان المفاجئ ان كان ايه فيه صوفت تيشو ماس دي اللي اتفاجئنا به مع السيتي تمام يعني السيتي مطلع فيه مانطبول بلورال نديولز ومطلع بريست صوفت تيشو ماس هي العيانة يعني دخلت عملنا لها سيتي على طول ما تعمل لها تعمل لها اه تعمل لها اكسراي في الاول كان الاكسراي بتاعها اه نورمل مفوش اي مشاكل بتعمل لها بلفيابدومنة على التراساوند عشان برضو مكانش فيه اي مشاكل تمام فاحنا اضطرنا نعمل والسيتي طلع لنا ان هي فيها اه مانطبول بلورال نديولز وليفت بريست اكزيلري صوفت تيشو ماس العيانة بعد كده عملنا لها على طوق عملنا البيت سكان طلع عني بالنسبة للسوفت تيشو ماس اللي في البريست كان فيبرو ادينوما بناين فيبرو ادينوما وطلع بالنسبة للشيست انها سجست انها ممكن بوزيتف استاضي للميزوس اليوم عملنا صونار قايدة بيوبسي وعملنا له طبعا الاناليسيس طلع نانكازي يتنج جرانيلومتاس راكش بعتنا لديكاتريت الصدرية اسات زيتنا قالوا يعني ان دي حاجة رير شوية ان احنا نشوف نانكازي يتنج جرانيلومتاس راكشن ساركويدوزيس ميلي قالوا ان دي حاجة رير شوية ويا ريتنا اخد لها بيوبسي اعلى شوية تمام خدنا بعد كده سوراكوسكوبك بيوبسي خدها الدكتور محمد عثمان باستخدام تقنية اسمها جرانيونيبورتاس راكوسكوبك بيوبسي وبعتناها برضو التحلل طلعت نانكازي يتنج جرانيلومة برضو اكيد التاني انها ساركويدوزيس اللي انا اخدت التريتمنت بريدنيزولون وهايدروكين وعزيسيوبرين وبيبي اي حصل امبروفمنت وويت جين والدرايكوف انتهت ترجمة نانسي اللو 小بций شكرا